مرحبا مجددا إذن آن خلينا نستمر مع الموردين وإضافة ديون الموردين مثل ما تعرف الآن عدنا احنا تفاصيل قاموا المبلغ فرح نضيفها على شكل فورم أما بنسبة للتسديد فإحنا رح نضيفها على شكل input box باعتباره أنه هي أصلا field واحد يعني حق الواحد فعلى هذا الأساس باعتباره أنه احنا عدنا add sublayer هذا فورم جاهز فيه إضافة وفيه تعديل الكود الخاص فيه فمجرد أنه احنا رح نبدأ نغير عليه وكل شيء رح يكون عندنا تمام فأخذ الآد sublayer copy ونزله هنا على الآد هنا أنزله paste وأقوم بعادة تسميته وليكن عندي على سبيل المثال يكون مثلا عبارة عن debit sublayer فيكون عبارة عن debit sublayer أخذ copy لهذا الاسم نفسيته وأقوم بتغيير designer والكود فكليك كيما علي وعمل view بنسبة للكود multi وأقوم بتغيير class ومشيدي الفيه أيضا لا أنسه ثم مع ذلك أقوم بعرض designer الخاص به أعمل collapse expand عليه وأقوم بعرض designer وهنا أيضا أعمل rename على class الخاص في designer ونقل لكتر الاس ونرجع مرة أخرى مرة أخرى على add sublayer نقوم بفتحة يعني دعما عملت هذه الخطوة رح يعطيك خطأ خاص في التصميم فعموما نستمر في عملية التعديل طبعا هنا رح يكون عبارة عن تفاصيل القائمة واسم القائمة وبطبيعة الحال قد تكون عبارة عن تفاصيل القائمة باعتباره أن هي مجموعة أمور وليس كاسم واحد يعني multi line وهنا رح يكون عبارة عن المبلغ أيش المبلغ الكلي تمام أما بنسبة لهذا الحاقل فأبدأ أعمله delete باعتباره أني ما أحتاجه أبدأ نزل المبلغ للأسفل بهذا الشكل وبنسبة تفاصيل القائمة يمكن أنه طبعا هنا أنا كمحدودة فأني يمكن أنه أستعين في ال rich text بطبيعة الحال يعني يمكن أنه حذفة أخذ اسمه حتى يكون عدي كل شيء تمام أوكي أعمل علي delete عفوا أعمل علي delete وأبدأ أخذ component على أساس يكون عندك multi line اللي هو rich text بوكس أوكي أبدأ أسحبه وسقطه هنا أوكي وأبدأ بحيث أنه يكون عندي بهذا الشكل وأعيد تسميته بحيث يكون عبارة عن txt name أوكي وأزيد الفونت الخاص بي وأغير النوع الخاص بي طبعا غير ال lbc وأخليه بsize 12 وأقول له أوكي وبنسبة لل alignment الآن هو alignment لو تنزل الأسفل لشوف أنه text alignment بطبيعة الحال راح أبدأ أفعله right to left وهو الآن right to left أوكي good الآن نبدأ نستمر في عملية الإضافة بطبيعة الحال إحنا الجدول اللي إحنا راح نبدأ نتعامل معه هو الجدول الخاص في debit فنبدأ نقول له أنه إحنا عدنا إيش؟ عدنا debit لو ترجع هنا على ال database راح يشوف أنه الجدول اللي إحنا نتعامل معه هو debit supplier فعلى هذا الأساس راح أبدأ يقول له أنه هذا راح يكون عبارة عن debit supplier هو TBR وهذا ال id إحنا كعملية اعتياديا ميز إضافة تعديل ولكن بنفس الوقت نحتاج إلى id آخر اللي هو ال id الخاص في supplier public int ورح أبدأ أعطيه supplier آآ ثم على ذلك راح أبدأ أنه أمرر عملية الأضافة بالشكل اللي أنا أعملته فأول شي طبعاً راح يكون عندك edit text بطبيعة الحال إحنا إيش سميناه سميناه txt المفروض يكون عبارة عن edit text إحنا txt أوكي أرجع اسمه إلى edit text name أوكي edit text yeah yeah edit text name أوكي شي المشكلة name وأبدي إلى أنسى أنه أقوم بتغيير الرؤية الخاصة فيه أو صلاحية الرؤية إلى public أوكي أوكي yeah do ثم على ذلك أرجع مرة أخرى ورح أبدأ أقل له أنه أنا عندي هنا آآ edit text edit text name وأيضاً بنفس الوقت راح أقل له or يعني كل هما راح يكون عندي مطلوب أو لا يعني كل هما راح يكون عندي مطلوب إنه edit text أوكي edit text الفون آآ يساوي عدك null أوكي يعني كل هما نقل هنا text تمام فرح نقل بعض الحقول المطلوبة إضافة لذلك إنه نعطي قيمة ابتدائية للمبلغ إنه القيمة الابتدائية للمبلغ الآن هي صفر الآن نستمر في عملية الإضافة والتعديل هذه عندنا عملية التعديل أكيد راح تكون على الحقل debits subliers وطبعاً راح يبدأ يتنفذ عندك كالتالي في البداية نحتاج إنه نعطي مقدار الفول name هو نفسيته راح يكون عبارة عن edit text name.text أوكي ثم على ذلك هي debits راح يكون عبارة عن نعمل convert dot to double أوكي باعتبارة إنه هو double و edit text هو في الأساس phone أوكي dot text أيضا good و حتى يكون شغلنا مرتب فهذا أبدي أعيد تسميته إلى edit text debits أوكي حتى يكون كل شيء عدنا مرتب الآن نستمر طبعاً ما ننسى إنه نقوم بإضافة إيش تاريخ تاريخ هو نفسيته لكن لا ننسى إنه نقوم بإضافة السبلاير إيش سبلاير name و أيضاً نقوم بإضافة إيش في ال id سبلاير فكلهما لازم إنه أضيفهم خلال هذه العملية ربما إنه تحتاج إلى السبلاير name. اوكي? هذا راح يكون عبارة عن string. على هذا الاساس راح يقول له انه supplier name multi راح يبني يمثل لي supplier name. والsupplier id. اوكي? ال id الخاص في supplier راح يكون عبارة عن supplier id. اوكي? لان انا راح ابدي ارسلهن هذه الحقول راح ابدي ارسلها اثناء عملية اعمل initiate بالنسبة لهذا الفورم. ثم على ذلك اقوم بعملية الاضافة بالشكل الاحتياذي اللي موجود عندي واقوم بعرض انه تمت الاضافة بنجاح. طبعا هذا هو نفسي تاخذ c. وابدي انزله c. هنا نفسي بالضبط. ولكن مثل ما تعرف انه راح تكون عندك عملية التعديل ضمن ال id اللي انا رسله بطبيعة الحال. ولا تنسى انه هذا يتغير الى ايش? الى دي بت سوبلاير. اوكي? وهنا طبعا راح يكون عبارة عن اه اه دي بت. اوكي? سوبلاير. وابدي امرر عملية التعديل هذي. اوكي? اه هنا عدنا ال clear طبعا عدنا edit text. هذا ما راح يكون موجود عدنا. باحتبار انه احنا حذفناه بطبيعة الحال. اوكي? good. الان طبعا عدنا يمكن انه انت بنفس الطريقة وانه تستمر في عملية الاضافة الديون او لانه تضيف او تغلق. هذا الشيء ايضا راح نبدأ انتيحة لكل عملية يعني موجودة عدنا بطبيعة الحال. اوكي? اذا لا هنا خلين نتوقف ونكمل ان شاء الله في الفيديو القادم. الاستدامة التعديل